مساء الخير، نهار اليوم بدأت تأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة وتهيئت الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار خاصة في مناطق البادية الشرقية وترافقت بالبرق والرعد أحياناً ووصلت عدم في عمان 12 درجة مئوية هاي الليلة بتكون الأجواء باردة مع فرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار في أجزاء متفرقة ومتباعدة من المملكة قد تكون غزيرة في مناطق البادية الشرقية وقد تسبب تشكل السيول ويوجد احتمال لهطول زخات تلجية لفترة مؤقتة بداية الليل فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية التي يزيد ارتفاعها 1600 متر وبتوصل درجة الحرارة لخمس درجات أما ارتوبة 93% والرياح جنوبية غربية غداً امتداد المرتفع السايبيري وأجواء باردة إلى شديدة البرودة ليلاً ومستقرة نهاراً وبتوصل درجة الحرارة بنهار لـ 12 وبتنخفض بالليلة 7 درجات يومي الأربعاء والخميس أجواء مستقرة وباردة بتوصل درجة الحرارة بنهار لـ 15 وبالليلة بتنخفض لـ 8 درجات ننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والوظماء اليومي غد في باقي مناطق المملكة بتسجل في إربية 9 وغداً 15 عجلون 6 وغداً 14 جراش احتمال تساقط أمطار 7 وغداً 15 درجة مئوية بتسجل في المفرق 5 وغداً 14 زرقاء 6 وغداً 15 درجة مئوية بتسجل درجات الحرارة في الصلت 5 وغداً 13 مادة 5 وغداً 12 مطار ملكة علياء 3 وغداً 14 درجة مئوية البحر ميت 14 وغداً 20 طفيلة أجواء غالباً صافية 5 وغداً 12 الكرك 6 وغداً 14 درجة بتسجل درجات الحرارة في معان 3 أجواء باردة وغداً 13 درجة العقبة احتمال تساقط أمطار 11 وغداً 22 نهاية برويشد 4 وغداً 15 إذن ملخص التقص خلال اليوم والأيام القادمة تقص غير مستقر الليلة في شرق المملكة واستقرار على الأجواء اعتباراً من يوم الثلاثة وتقص بارد خاصة مع ساعات الليل ننتقل لدرجات الحرارة في دول ومدن حول العالم وصلنا لنهاية النشرة شكراً لحصن المتابعة عودة إلك مهند شكراً مريان